يسعد صباحكم يسعد مساءكم وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية اليوم أنا محضرت لكم ثلاثة أنواع درسينجز وكل واحدة إلها طعم مميز ولذيذ يعني أنا لأني بعشق استلطات وهي كتير طيبة كمان بتكون مع مثلا لحمة مشوية مع كفتة مع دجاج وبتعطي طعم كتير لذيذ وخاصة أنه هي كل واحدة فيهم فيها كتير عناصر غذائية مفيدة وبالجزر وفيه بالسيلانترو اللي هو بالكزبرة وفيه بالبقدونس وأنا بتمنى أنه تعجبكم وحطوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو وخلينا هلأ نروح سوا ونعملهم أما مكونات أول صاص هو عبارة عن بقدونس أوراء الريحان ثوم المعمر أصير ليمون كاشو ماي وتوم وملح وفلفل وزيت زيتون وكالعادة رح أحط لكم أنا المأدير تحت الفيديو وخلينا هلأ نعملوا سوا أول إشي رح أحط في الخلاط أنا البقدونس وبعدين الشايبز وهذا كتير لذيذ معه والثوم والكاشو المنقوع حط لكم التفاصيل تحت الفيديو والزيت الزيتون والليمون والملح والفلفل والمي رح أخلطهم هلأ شوية بالخلاط اوبس أنا نسيت أحط الريحان وهو أهم يعني من العناصر اللي حتخليها تكون طيبة بعدين بخلطهم بالخلاط ضولة وهيها جهزت يعني رحتها رهيبة وهلأ خلينا نروح نعمل الثانية أما مأدير إصاص الثانية هي عبارة عن بدور عباد الشمس ليمون كزبرة طازة أو ممكن إذا حطته رحان أو بقدونس أو شبط بس أنا حبيتها مع الكزبرة لأنه بعشق الكزبرة وثوم وملح ومي بسيطة جداً بس لديدة وخلينا نعملها سوا أول إشي رح أحط أنا الكزبرة في الخلاط أهم شي إنه إحنا ناخد المأدير بعد ما نقطعها حتى إنه تبقى مضبوطة لأنه مبتناش إنه إحنا بس ناخد صعب كتير إنه نعمل مأدير لهذه الخضرة وبعدين رح نحط الليمون وبدور عباد الشمس والملح والتوم وآخر إشي رح أحط المي ورح أخلطها أنا شوية بالخلاط أينية جداً جداً ورح تشوفوا كيف شكلها بولا خلصت يعني رحتها أنا أعشق الصاص لأنه كتير طيبة مع السلطات وهلأ رح أصبها شوفوا كيف الله خلينا نروح نعمل آخر صاص المأدير هي عبارة عن جزر، بصل، زنجبيل، خلي الرز أو خلي التفاح أو الخلي العادي بس أنا لقيت كتير طيبة مع خلي الرز ميبل سيراب، ممكن تحطوا بداله العسل، زيت السمسم، زيت الأفوكادو وبرضو ممكن إنه إنتوا تحطوا زيت الزيتون بداله ومي وخلينا نشوف أديها هنا وأديها لذيبة ونروح نعملها سوا رح أبطيدي أنا بالجزر وزي ما أنتوا شايفين إنه أنا قطعته صغير حتى يسهل علي خلطه، بعدين البصل، والزنجبيل، وزيت الأفوكادو أو زيت الزيتون زي ما بتحبو، والخل، وزيت السمسم، وكتير مهم إنه إنتوا ما تكتروا منه لأنه كتير قوي، وهنا حطيت الميبل سيراب وزي ما قلت ممكن إنه بداله عسل، رح أخلطهم شوية بالخلاط لحتى إنه ينمزجوا، بس هو حيكون شوية ثيك، فأنا بالتالي رح أضيف عليه أربع معالق مية، هذا إذا مجيت مسيتوا على نفس الطريقة حتلاقوا بتكفي لأنه هي كتير طيبة لما تبقى شوية رخوة، وأنا بعشق السلطات، فبالتالي بحب أعمل وأنوع بالصاص حتى تعطيها طعم كتير لذيب، ورح أخلطهم هلأ بالخلاط شوي، وهنا خلصت، بولا، هادي آخر صاص، يعني إن شاء الله يعجبوكم، وهلأ أفرجكم آخر تقديم لإلهم. وهذا آخر صحن تقديم لإلهم، يعني ما شاء الله فعلا كل طاص إلها طعم مميز ولذيذ، وممكن إنه هي تنحط على السلطة، ممكن تنحط على لحمة مشوية أو على دجاج، يعني هدول كتير بيعطوا طعم مميز للأكل، وصحتين وعافية عليكم، وإن شاء الله يعجبوكم، وأطولي تعليقاتكم تحت الفيديو، ونلتقيه في فيديو آخر، مع أكلة صحية، في مطبخ نادية، وأجين بقول ما تنسوا لايك and subscribe، لأنه كتير إنه أنا بيبقى سعيدة إنه تصل هذي الوصفات الصحية للناس اللي بدها تعمل ريجيم، أو الناس اللي حابة إنه هي تاكل أكل صحي، ودائما تحافظ على صحتها، وإن شاء الله دائما نكون بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة